ما هي المتون؟ متون اللغة العربية التي لا يمكن الاستغناء عنها لطالب العلم المبتدئ في بداية تمرونه على الترجيح وفقه الحديث المبتدئ يا أخي ما بعد وصل إلى درجة فقه الحديث على كل حال تشوف من المدرسين المتخصصين في علوم الحديث وفقه الحديث تطلب العلم عندهم تدرس الحديث والمصطلح عليهم أما أنك تأخذ كتب وتقراها أنت وحدك تبي تعرف لغة الحديث وفقه الحديث بدون مدرس وبدون معلم هذا لا يفيدك شيء بل هذا يضرك أكثر نعم